موسيقى القارئ السعودي باسم السبعي صوت سعودي في تلاوة القرآن الكريم نشأ في بيئة قرآنية حفظ القرآن على يد والده المقرئ الشيخ محمد بن علي السبعي وسنه لم تتجاوز الرابعة عشرة أتم دراسته الابتدائية والمتوسطة في مدارس تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض تحصل على الإجازة الجامعية في الدراسات القرآنية تخصص في القراءات بالإضافة لباكالوريوس كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ويتم حاليا دراساته العليا في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من نعمة الله تبارك وتعالى على العبد الفقير أمن عليه أن نشأ في أسرة قرآنية فوالدي حفظه الله مقرئ لكتاب الله عز وجل ووالدتي أيضا بحبد الله تعالى من من تحفظ كتاب الله كاملا ومجموعة أيضا من الإخوة يحفظون كتاب الله تعالى كاملا فالحمد لله تعالى على أنني نشأت وما بزغت عيني في هذه الدنيا إلا وأنا بين أحضان كتاب الله تبارك وتعالى بفضل الله أولا ثم بفضل الوالدين بدأت في حلقات تحفيظ القرآن الكريم التي كانت تنتشر في مساجد هذه البلاد المباركة ولله الحمد والمنى ثم بعد ذلك التحقت بمدارس تحفيظ القرآن الكريم التابعة لوزارة التربية والتعليم والتي كانت تسمى وزارة المعارف ودرست فيها المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والطالب في هذه المدارس لا يتخرج من المرحلة المتوسطة إلا وقد منى الله عليه بحفظ القرآن كاملا نظرا لتوزيع المصحف على السنوات الدراسية في هذه المراحل ولكن لفضل الله سبحانه وتعالى ثم بجهد الوالد والوالدة أتممت بحمد الله تعالى حفظ القرآن قبل التخرج من هذه المدارس بحمد الله تعالى بفضل الله ثم بفضل المراجعة والحفظ على يد الوالد حفظه الله أيضا على يد المحفظين والمعلمين في المساجد في حلقات التحفيظ في المساجد التي انتشرت في هذه البلاد المباركة ولله الحمد والمنى من الله علي بحفظ كتابه الكريم في اليوم الخميس وهذه حقيقة من اللحظات اللحظة التي يتم فيها الإنسان حفظ كتاب الله هي من اللحظات العزيزة على نفس العبد والتي لا يمكن أن ينساها كثير من الناس لا يمكن أن ينسى يوم زواجه ولا ينسى يوم تخرجه ولا ينسى يوم حصوله على كذا أو كذا من أموال الدنيا كذلك اللحظة التي يحفظ فيها كتاب الله هي لحظة عزيزة على النفس فلا يمكن لإنسان أن ينسى تلك اللحظة من الله علي بحفظ كتابه في يوم الخميس السابع من الشهر السابع عام 1415 للهجرة وكان عمري وقتها 14 عاما هذا بفضل الله ثم بفضل دعم الوالد والوالدة يحفظهم الله تعالى هو الإنسان يقول العلماء أن الحفظ الحقيقي هو المراجعة فمراجعة القرآن هي الحفظ الحقيقي للقرآن ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عندما حث على هذا الأمر قال تعاهدوا القرآن يعني راجعوه فترة بعد فترة وفينة بعد فينة تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها يقول النبي عليه الصلاة والسلام فمراجعة القرآن هي الحفظ الحقيقي للقرآن عندما أنهيت بحمد الله تعالى حفظ كتابه بدأت مرحلة المراجعة على يد الوالد حفظه الله ثم على يد بعض مشايخنا في المساجد وفي دور تعليم القرآن وانطلق بعد ذلك يعني كانت إمامة المسلمين في المساجد خير معين على تثبيت الحفظ فالوالد حفظه الله قدمني الإمامة في صلاة التراويح وعمري تقريبا أربعة عشر عاما هذا ساهم إسهاما بالغا في تثبيت حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى ثم بقيت وإله الحمد من ذلك العهد إلى الآن في إمامة المسلمين وهذا كما ذكرت آنفا كان له دور بالغ في تثبيت الحفظ في الذهن لأن الإنسان يضطر عندما يصلي في الصلوات الجهرية في الفجر وفي المغرب وفي العشاء يضطر أن يراجع شيئا من القرآن حتى يعني يحفظه ويصلي بالناس به فهذا له دوره البالغ في تثبيت حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى أيضا القراءة على المتقنين من المشايخ يجعل الإنسان يرتقي من مرحلة الحفظ إلى مرحلة الإقراء وهي ما يسمى بالإجازة إذا أجيز الإنسان أن يقرئ أخذ إجازة وشهادة بسند متصل للنبي صلى الله عليه وسلم والإجازات هي موجودة ولله الحمد عند كثير من المشايخ الموفوقين يأخذ عن طريقهم الإنسان سندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي يستطيع أن يقرئ الناس كتاب الله سبحانه وتعالى وهذا الكلام ليس فيه دليل على أن الإنسان يشترط له حتى يقرئ أن يحصل على إجازة فالإنسان إذا حفظ شيئا من كتاب الله عز وجل وأتقنه فإن له أن يقرئ الناس به ولو على الأقل سورة الفاتحة لما في ذلك من الأجر العظيم فأنت أيها الأخ المبارك أيها الأخ المشاهد الكريم لو أنك حفظت سورة الفاتحة ثم أقرأتها لواحد أو إثنين أو ثلاثة كان كل ما قرؤوه في ميزان حسناتك وهؤلاء كل ما أقرأوا أناسا غيرهم كان أجرهم جميعا في ميزان حسناتك فليس شرطا أن تكون حاصلا على إجازة أو سند حتى تقرئ صحيح أن الإجازة والسند هي خير معين على الأداء الجيد وعلى الثقة في القراءة ولكن ليست شرطا أن يحصل عليها الإنسان حتى يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان لهم من الأجر مثل أجور من تبع لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى الضلالة كان عليهم من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا وفضل الله عز وجل واسع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعرضاهم عندما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانوا قرآن يمشي على الأرض وهذا معناه أنهم كانوا ينظرون إلى الأوامر في كتاب الله فيأتمرون بها ينظرون إلى النواهي وإلى الزواجر فينتهون عنها ويزدجرون عنها ولذلك الامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم لها أثرها البالغ في تقويم سلوك العبد وفي توفيقه وفي صلاحه وفلاحه الله سبحانه وتعالى لما أراد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لما أراد لها أن تعيش في هذه الحياة الدنيا عيشة سعيدة وأن تحيى حياة هنيئة هيئ لها أسباب ذلك بعد أن كانت هذه الأمة في الماضي قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم كانت أمة منغمسة في حياة الذل والشقاء كانت هذه الأمة قبل أن يبعث النور وقبل أن ينزل الكتاب كانت أمة متهوكة في مستنقع الرذيلة ولكن هيئ الله لها الأسباب التي تنقلها من الضلال ومن العمى إلى الحق وإلى الهدى ومن أهم هذه الأسباب هذا القرآن العظيم وهذا الدستور القويم ولذلك قال سبحانه وتعالى أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وتأمل معي هذا المثل الرباني الرائع أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ ليس بخارجٍ منها هل يستأون؟ لا والله لا يستأون صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم لنا القدوة ولنا فيهم أسوة كيف كانت حالهم مع كتاب الله عز وجل يقول أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرئوننا أنهم كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعدون عشر آيات حتى يعلموها ويعلموها ويعملوا بها وفي رواية عن ابن عمر وإن كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا نتعدى خمس آيات حتى نعلمها ونعلمها ونعمل بها قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا ولذلك أثر القرآن على حياة الإنسان يتجلى في موقف الصحابة رضي الله عنهم لما حفظوا كتاب الله عز وجل وعملوا به ووقفوا عند حدوده أكرمهم الله تبارك وتعالى وأحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسادوا بذلك الأمم وملكوا الأرض شرقها وغربها وحازوا الخيرية مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي هذا العصر القرآن له أثره البالغ والواضح على العبد في التوفيق في دراسته في التوفيق في وظيفته في التوفيق في علاقاته مع زوجته وأصدقائه في التوفيق في عمله في التوفيق في حياته كلها لأنه يحمل بين جنبيه أعظم كتاب وأشرف كتاب وأرفع كتاب كتاب الله القرآن من أفضل ما يعين على تثبيت الحفظ والعلاقة بالقرآن هو ما يتعلق بإمامة المسلمين في الصلاة وعندما بدأت بإمامة المسلمين في صلاة الترويح في عام 1415 للهجرة كنت أرتبك قليلا أحيانا في بعض الركعات حتى جاءت شيئا فشيئا إلى أن ثبت الله عز وجل وبالتالي أصبح الإنسان يستذكر ما قد يفوته من كتاب الله تبارك وتعالى نظرا لهيبة المكان وهيبة المحراب وهذه الأمور التي لا يحس بها إلا من جربها بعد ذلك أصبح الإنسان حتى يتمرس في الإقراء وفي القراءة يستمع إلى القراء الكبار الذين لهم الدور المعلّى والدور المجلّى في قراءة كتاب الله تبارك وتعالى فيستفيد منهم ومن خبراتهم ثم يأخذ على الاستماع والاستفادة منهم شيئا فشيئا حتى يجد نفسه قد وضع لنفسه مدرسة إن صح التعبير خاصة به في الإقراء وفي الأداء وفي الإتقان وهكذا يكون الإنسان شيئا فشيئا حتى يحصل على مكان عالم في هذا المجال يتمتع القارئ باسم السبعي بثقافة قرآنية عالية وإلمام علمي رصين بعلوم القرآن وإحكام التلاوة وفنون التجويد يستند في ذلك إلى رصيد من التعلم على يد كبار العلماء والقراء في المملكة العربية السعودية وقد تحصل على عديد الإجازات في القراءة من بينها إجازة في قراءة قالون عن نافع وإجازة في قراءة عاصم برويه شعبة وحفص بدأ القارئ باسم السبعي رحلته في إمامة المصلين وهو في الخمسة عشرة من عمره وأما المصلين في صلاة الترويح في عدد من مساجد السعودية ويتولى حاليا الإمامة في عدد من المساجد في مدينة الرياض الحق أنه ليس هناك مدرسة معينة كما يسمى ولكن هناك مقرؤون يتأثر بهم الإنسان إما بأدائهم بحسن صوتهم أو حتى بمخارج حروفهم وتجويدهم أو أحيانا في تأملهم وتذبرهم لكتاب الله تبارك وتعالى لأن بعض الناس سبحان الله عندما يقرأ القرآن كأنه يفسره لك تفسيرا بقراءته وهؤلاء لا شك أن لهم أثر في نفوس المتلقين جميعا ممن تأثرت بهم في القراءة وأحب أن أستمع كثيرا للشيخ عبدالله بن عواد الجهني إمام الحرم المكي فتعجبني سلاسته وحسن مخارجه وحسن أدائه أيضا أسمع لي الشيخ عبدالباصط عبدالصمد والشيخ محمد صديق المنشاوي وأيضا يعجبني تأمل وتدبر الشيخين الفاضلين المقرئين الشيخ توفيق الصائغ والشيخ عادل الكلباني هؤلاء أستطيع أن أقول أنهم هم الذين كان لهم الأثر بعد الله عز وجل في تكوين ملكة الإقراء وفوق هؤلاء جميعا وقبلهم والدي الكريم الشيخ المقرئ محمد بن علي السبعي وهو مقرئ لكتاب الله تبارك وتعالى وحاصل على إجازات في مجال الإقراء ويجيز ويقرئ بعض الطلبة في هذا المجال هؤلاء الذين لهم الفضل بعد الله تبارك وتعالى في تكوين مدرسة باسم السبعي إن صحى التعبير عنها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما هذا لون من أنوال القراءة يسميه بعضهم اللون الحجازي يقرؤون به غالبا في أهل الحجاز يقرؤون بهذا اللون من القراءات هناك مقام من المقامات التي يقرأ بها واحد لا ندخل في عالم المقامات لكن نذكرها بدون مسميات قراءة مثلا على مقام آخر ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا من تمام نعمة الله تبارك وتعالى ومن فضل هذا القرآن الكريم أن الأثر به لا يرتبط على لون معين ولا على جنس معين ولا على لغة معينة بل إن الجن تأثرت به كما تتأثر به الإنس ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتهم فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا هؤلاء الجن يتحدثون يا قومنا إننا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وأمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم حظي القارئ باسم السبعي بالعديد من شهادات التقدير والتزكيات من عدد كبير من المؤسسات الرسمية والمراكز القرآنية وكبار العلماء في بلاد الحرمين ونال عديد الجوائز والأوسم المحلية والعالمية بالإضافة إلى تصدره المراكز الأولى في مسابقات القرآن الكريم المحلية كما دعي للإمامة بعدد من المساجد في كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت ومصر ودول أوروبية أدى وله ثلاثة إصدارات قرآنية توزع على نطاق واسع ترجمة نانسي قنقر